اهلا بكم في فيديو جديد على قناة ام وايت شارت دالي لكم في عالم الربح والمعرفة من العملات الرقمية فيديو النهاردة بعنوان اقوى ادارة للمحفظة او كيف ادير رأس مالي اولا كل ما يقال في هذه القناة ما هو غير نظرة فنية وليس مالية قابلة للخطأ والصواق ثانيا لو استفدت من الفيديو يريد تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة وتقول رأيك في الكمنتيس اسفل الفيديو فحرفيا رأيك يهمني سواء كان سلبي او ايجابي ونبدأ الفيديو على بركة الله اتقسم رأس مالك ايا كان قدئه لثلاثة اقسام كسم للمضاربة ويكون 30% كسم للاستثمار ويكون 30% كسم للطوارئ ويكون 40% كسم الاستثمار هتدخل بهم 6 عملات قوية تستحق الاستثمار للمدى المتوسط والمدى البيعي وانصح بشدة يكون عملات الميتا فيرس والالعاب بلاي تو اير هي مثلا عملة واكس هيفا مانا سانت فرا ماتيك وغيراهم الكثيرون بصراحة ولكن انا بالفعل مستثمر في هذه العملات وانت طبعا لديك الحرية في اختيار العملات المناسبة بعد بحثك عنها وبالنسبة للاهداف فمن وجهة نظر المتوضعة انك ما تخرجش منها غير بضعفة على الاقل يعني لو داخل فيها بميت دولار وبقوا متين دولار اخرج برأس مالك اللي هو الميت دولار وسيب الارباح تكمل لمستويات ومناطق اعلى وبيع على اجزاء وبالنسبة للستوب لوز في عملات الاستثمار استوبك لما تلاقي مشروع العملة فشل او فريق المشروع مش ملتزم يعني الاستثمار طلع نازل ما يشغلكش باي حاجة وانت استوبك لما تلاقي مشروع العملة فشل او فريق المشروع مش ملتزم لان طبعا ما فيش حاجة اسمها استوب لو في الاستثمار فاستوبك بأسباب فنية او اقتصادية او ماديا ماحتاج الفلوس دلوقتي فما اضطر تخرج منها وغيره من هذه الاسباب ما تستهزاش ابدا بكسم الاستثمار لان لازم لازم محفاستك يكون فيها كسم الاستثمار ما تفوتش كسم الاستثمار من محفاستك كسم الاستثمار ده كنز اول ميزة فيه يعني ما تشغلش بالك به بناء على ان انت بتبقى مختارة عملات قوية فممكن بعد اسبوع بعد شهر بعد ستة شهور ايا كان الوقت تبص تلاقي انت عملت ضعف الدعافين والتلات اضعاف وانت اصلا ما تعبتش فاهم اصدقى فلازم محفاستك ما تخلاش من كسم الاستثمار طيب كسم المضربة هتدخل به برضو ست صفقات لكل صفقة خمسة في المية وتحط الاهداف تلقائي يعني اول ما تدخل الصفقة وتتفعل عندك هتحط الاهداف على طول مباشرة وبأوامر معلقة تاني هتدخل بالكسم المضربة ست صفقات لكل صفقة خمسة في المية فقط وتحط الاهداف تلقائي يعني اول ما تدخل الصفقة وتتفعل عندك هتحط الاهداف مباشرة بأوامر معلقة وتحدد عند كل هدف هتبيع خمسين في المية طيب اللي هيسأل عن الستوبلوس وقف الخسارة هقولك دلوقتي هتعمل ايه صل على النبي كده وركز في الكلام اللي اولولك دوت لان اللي جاي ده اهم حاجة بالفيديو بالنسبالي ويا رب انت تفهمه انا عن نفسي ما بشتغلش بستوبلوس ابدا في اي صفقة اذا كانت على الزبط او الفيوتشورز وحرفيا في الوقت الحالي اللي احنا فيه ما بخرجش من الصفقة غير وانا على ربح او على الاقل على سعر دخولي طيب ليه انا ما بحبش الستوبلوس او ما بشتغلش بيه ودايما بتلاقيني بقولك في اي صفقة بنزلها ان شروط الستوبلوس باغلاق يومي او اغلاق شمعة اربع ساعات تحت الخط الاحمر والخط الاحمر ده اللي بيبهوا ده السعر اللي وباله ده هو ده سعر الستوبلوس يعني لما الشمعة نفسها تغلق تحت منه او بقولك اخرج ليه انا بقول كده لما جميع المتدولين يحط على سعر معين صدقني الحتان او اصحاب المنصات بيعرفوا السعر وبناء عليه بيفتحوا صفقات شرط يلزلوا السعر يخرجوك منها على اخسارة يخرجوك منها على اخسارة ويشتروا على الزبط او يحول الصفقة من شرط اللون وبكده يبقى هم استفادوا من الجانبين وانت عمال بتخسر هتقول لي استفادوا ازاي هقولك طبعا كسبوا لما فتحوا صفقات شرط على الفيوتشر فنصحت ليك طول ما انت شغال على الازبط لا تخرج باخسارة ابدا اعمل نفسك ادارة صرمة لمحفاستك وما تخليفهاش ابدا مهما كان وصدقني خطوة بخطوة هتلاقي محفاستك بتنمو ورأس مالك بيزيد وبالتالي لما تدخل صفقات جديدة المبلغ اللي كان صغير عن تدخولك في الصفقة لما كان رأس مالك صغير دلوقتي تمام؟ يعني انت لما كان رأس مالك صغير وكنت انت بتقول لنفسك 5% قليل خطوة خطوة رأس مالك هيزيد هتلاقي رأس مالك كبر وبالتالي 5% لانت اذا هتدخل بهم تاني بقوا كتير وهتكسب كتير فالموضوع ما هو الصبر فقط لغير ونصحتي لكل من هيبيع بخصارة بعد ما سمع الفيديو ده بالابتعاد عن هذا السوق وان يتصدق بامواله للمحتاجية خير من ان يعطيها للحتان او للمؤسسات فاهم ما يميز المتدول الناجح ادارة المحفظة لا للطمع القناعة الصب وبالنسبة لكل هبوط قادم انا على قد ما اقدر هعرفك اذا كان فيه هبوط عنيف ولا تصحية طبعا الكلام ده للناس اللي هتمشي بنفس الاستراتيجية وهتنضم ليه قناة التليجرام او مثلا حبها ان هي حبة الاستراتيجية وعايزين يشتغلوا معي بنفس الاستراتيجية دي فانا عن نفسي عند كل هبوط على قد ما اقدر هعرفك اذا كان هو هبوط عنيف ولا تصحية ومعليك انت بالبقى ومطلوب منك انك لو على ربح تأمن نفسك وتبيع وتدخل صفقات جديدة من مناطق دعوم قوية طيب لو انت على اخسارها ما تبيعش ابدا واستخدم مبلغ الكاش اللي خصصته لكسم الطوارئ في التعزيز كسم الطوارئ هنحتاجه هو كسم الطوارئ اللي هو 40% هتستخدم المبلغ الكاش اللي خصصته لكسم الطوارئ في التعزيز ويكون دخولك عند مناطق دعم قوية وما تعززها ابدا من اي منطقة من اي سعر ما تعززها عشوائي بمعنى اصح اشتريت عملة اماء وكان سعرها واحد دولار وهبطت بيك لثمانين سنت يعني انت كده خسران عشرين سنت الكل اللي حابة اشتريتها يعني خسرت عشرين في المية من المبلغ اللي دخلت به الصفقة هنا بقى تعزز او تدعم بنفس المبلغ اللي دخلت به اول مرة والافضل انك تشتري على حسب دعوم البيتكوين وليس العملة اللي انت شاريها بحكم طبعا ان البيتكوين هو المتحكم في السوق يعني هتشوف مناطق دعوم البيتكوين فين مناطق الدعوم وبنقل عليه لما البيتكوين يوصل لها تشتري في العملة اللي انت شاريها اهم حاجة انك ما تعزز عشوائي من اي ساعة والفايدة من كده بيحصل عندك تعديل للسعر وبتكسب المتوسط السعر وعند اقرب ارتداد بتكرر ان كنت هتكمل معها ولا هتخرج بكمية ولا هتخرج على سعر دخولك فادارة المحفظة اهم من المحفظة نفسها ليه بتعرف تعديل سعر دخولك ودخولك على اجزاء هو اساس الدبلات اللي بتشوفها في السوق دائما اقول خلف محفظتك كاش ما يقارب 40% من كيمة المحفظة بشكل عام فالكاش هو سلاحك الوحيد وقت الهبوء وبكده انتهينا من تقسيم رأس الملك طيب لو انت رأس ملك صغير وحابب تضارب عشان تقبل رأس ملك وبعد كده تبقى تقسم نفس التقسيمة دي او مثلا انت مش حابب الاستثمار في ناس كده ما بتحبش الاستثمار حابة ايها المضاربة عايزة دخل شهري او يومي على حسب فمش حابين فكرة الاستثمار هنا ممكن تقسم رأس ملك لكسمين كسم المضاربة ويكون 50% تدخل بهم صفقات وكسم الكاش ويكون 50% تستخدمه في الطوارئ باي هبوط او اي تصحيح عزز اكتر عزز تكتر من عدد عملتك في العملة انت شريها كسم الكاش ده يعني هيبقى ضلار عشان تبقى فاهم بس ايه الكاش ده او ايه الطوارئ ده يعني كسم الكاش ده اللي هو هيبقى ضلار زي ما هو مش هتدخل بهم السوق خالص غير للطوارئ بس غير لما يحصل طوارئ بس وعشان تريح دماغك منه خالص لما تقسم ابقى احول لعملة تيو اس دي وعملة تيو اس دي زيها زي الدولار بالزبط ام تساب تمام فيه حاجة بس انا حابب اقولها قبل ما انهل فيديو عديك بس نبضة بسيطة لما انا بكرر ان انا ادخل السوق اولا انا بستخدم التحليل الخاص بي وبكرر ان كنت هدخل ولا لا ولو التحليل للسوق صعود فبدخل تمام بس بقول لنفسي افرد السوق هبط بيك هتعمل ايه برضو بقول لنفسي ما تخافش انت طول ما انت هتخافه في كل مرة هتعمل حساب للخوف فانت هتنك سابت مكانك لها هتنك بتتفرج على السوق وخلاص ما بتعملش حاجة فبدخل بس ايه بقى اعمل حسابي للهبوط قبل الصعوب بناء عليه بدخل في كل صفقة بخمسة في المية فقط من قسم المضرب وبدخل ست صفقات لو توقع وتحليل نجح يبقى ده نصيبي ورزق من الجولة دي طيب لو تحليل ايه وتوقع فشل بقى ده فرصة قوية فابدأ اختار اقوى الدعم للصفقات اللي دخلتها فاعزز من عندها وبكده بيحصل عندي تعديل للسعر وبكسب المتوسط السعر في حال بقى انا كملت معاه للاخر فانا زودت من سعر اقل من اللي كنت دخل عندي اول مرة فبالتالي هكسب اكتر سواء خرجت بنص الكمية على سعر الدخولي وسيبت النص التاني يكمل معاه لاهدافها او مثلا حاسس ان السوء ما يطمنش فبخرج على سعر الدخولي بكمل الكمية فحرفيا تقسم بالله العظيم الهبوط عندي افضل بكتير من ادخل في صفقة ويجيب اهدافها مباشرة الموضوع ما هو غير صبر وقناعة بما كسماه الله لك وكل ده بيعود على حسب وضع السوق بشكل عام فوضع السوق بشكل عام هو صاعد لسه بدري على البير ماركت لسه اصلا ما بدأش البران واللي بيحصل في السوق ده ما هو غير تلاعب من الحتان والمؤسسات والشركات بنفسيات المتدولين ليه هما بيعملوا كده عايزين يزيدوا من شعور الفهمه عند المتدولين لا احنا هبطين دعنا احنا سفر المتدولين بيخافوا وبناء عليه بيبيعوا على اساس ان احنا راحين للسف تمام وبيبيعوا على اخسارة كمان يعني ريتهم ان هما بيستخدموا استراتيجية وبيبيعوا على سعر دخولهم او ايا كان لا هما خلاص هو الهدف من تلاعب الحتان والمؤسسات والشركات ان هما يلعبوا بنفسيات المتدولين ليجعلوا شعور الفهمه زائد عند المتدولين وبالتالي الحتان والمؤسسات والشركات يوصلوا لان هما عايزينه فلو انت حابب تبقى متدول ناجح فانصحك بمشاهدة هذا الفيديو اللي يزهر قدامك على شمال الشاشة وبكده انتهينا من الفيديو ياريت تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة وتقول لي رأيك في الكومنتس على الاستراتيجية دي وتأكد انا عايزك تبقى متأكد ان رأيك يهمني سواء كان سلبي او ايجابي وما تنساش لو عندك اي سؤال او اي استفسار اتفضل مشكورا اكتب لنا في الكومنتس او على قناة التليجرام وان شاء الله هيتم الرد عليك في اسرع وقت ممكن وهتلاقي لينك القناة في الدسكريبشن وفي اول كومنت اسفل الفيديو واستنونا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله